ازايكم جميعا عاملين ايه؟ اخدت بالي انتو عجبتكم الحلقة بتاعت اكتر اسيو بيز عجبتني اكتر اربع اسيو بيز عجبتني وفيه من نوكو كتير جدا طلب السيدان العربيات العادية وكتير برضو اللي طلبوا الاجزاكتف سيدانز السيدانز الاغلى شوية النهاردة الحلقة هتبقى عنهم حابب بس افكركم بالاكواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار نون 20 نون 21 ونون 22 انا شخصيا عجباني السماعات دي جدا وهي اصلا عليها تخفيض كويس ومع الكواد بتاعتي ممكن تاخدوا خصم اكبر وكمان معها توصيل مجاني ما تنسوش ام كار نون 20 نون 21 نون 22 عشان تبتدوا تاخدوا التخفيضات طيب بس حابب اوضح حاجة لما بقول عربيات عجبتني في 21 يبقى باتكلم عن عربيات طلعت في سنة 21 او انا عملت لها ريفيو بالاصح في سنة 21 يعني اخدت بالي فيه تعليقات على الاسيبيز يقولك طب ما انت ما قلتش سير الدي ليه وما جبت سير الدي ليه او ليه دي ما عجبتكش مش يمكن ما تلعيتش في سنة 21 راجعوا كده هتلوا انا بتكلم عن عربيات 21 بس مش بتكلم على اي عربية تالية عشان كده اركزوا معي لما بتكلم على السيدانز بتكلم على السيدانز النهاردة بتاعة 21 اللي انا عملت لها ريفيو في سنة 21 والنهاردة بنتكلم على السيدانز الإجزاكيتف اللي هي الغالية شوية مين اللاعبين الرئيسيين الجوليا الالفا روميو الجوليا بي ام دابليو مارسيدس الجديدة السيمتين واودي وفي مفاجأة في الاخر طيب نبتدي مين بالالفا روميو الجوليا الفيلوتشي ليه لان انا كمان موحد السعر على قد مقدر الفيلوتشي النهاردة تمنها 929 ألف بتاعة 21 وده كان بالنسبة للجوليا هو الفيسلفت شاهد مفيش تغييرات تقريبا من بره خالص تسكر من جوه النظام الترفيه بقى تاتش وحركة كويسة انهم يعملوها وحصل تغيير صغير جدا في الكونسول الوسطاني اللي في نقل الحركة والحتة دي كلها الصغير قوي يعني تقريبا ما يسكاش ولكن لو انا هتكلم على الفلوس وحاطتها في القيادة فبالنسبة للأربع عربيات فالالفا روميو احلاهم في القيادة طبعا يا جماعة بحابة فاكركم ان انا قدامي اللاكتوب بغيش منه برضو النوتس اللي انا كاتبها عن كل العربيات عشنا عادت اكتفيها شوية يعني عشنا جمع كل افكاري فبحاول اقول لكم انا بابز المجهود يعني فالالفا روميو بتديلك اكتر متعة في القيادة احسن تصارع فيهم كلهم مع هذا يمكن العربية الاخيرة مفيش شك هي قيادتها جميلة وكل القيادة الألفاز اللي بيسوقهم مبيعرفش يستغنى عنهم وبيفهم يعني ايه اني سوق عربية ليها طابع ايطالياني رياضي جدا ما بيتنزلش عن الرياضية سابت وممكن تقولوا عليه كمان كومبوزد يعني هي محافظة على نفسها قوي على الطريق العربية جميلة والاولويل درايب اللي فيها ممتاز بالنسبة للمواد سمعت في ناس بتتكلم على المواد بتاعت الجوليا المواد بتاعت الجوليا بيحطوا احسن جلد ايطالياني عندهم اللي هو احسن من الالماني يعني عشان بس تبقوا فاهمين ايه النقط الضعف بتاعت العربية اوكي التكنولوجيا فيها مش واو تمام الشاشة تحسنت بالتاتش وكله لكن لسه بعيدة قوي عن المنافسة الالمانية الريفاينمنت من جوا الكابينة يعني التاتشات الحلوة هتلاقي عزل الصوت برضو فيها مش كويس يمكن اوحشهم وما هيش يعني في الحتة بتاعت الاهتزازات والنويز والبايبريشن الهاشنس اللي انا دايما بتكلم عليهم هتلاقهم هي اقلهم لكن هي اعلاهم في القيادة فرامل وتصارع المتين وتمانين حصان الالفين سي سي ده مطور هايل بالنظام الالويل درايف اللي عاملينه بالتعاون مع شركة زاد اف طبعا نقل حركة فيها زاد اف ده من النقلات عربية ممتازة دي احسنهم في القيادة بدون منازع لكن مسقطة في التكنولوجيا وفي الحتة يعني الريفاينمنت وكلها على بعض لكن بالنسبة للتصميم فانا رأيي ان التصميمات الطلياني برضو ما يولاش عنها وبشوف انها واحدة من اجمل العربيات يمكن في واحدة تانية برضو جميلة قوي فده رأيي في الالفا اداء هايل جلد ناعم لك يعني منظرها هايل ولكن التكنولوجيا هي اللي مسقطة فيها والريفاينمنت كلها الساون بروفينج العزل الصوت في الكابينة مش قريب وفي اصوات ممكن تسمحها كل حين واخر طيب البي ام دابليو التلتمية وعشرين بالنسبة لي في المجموعة دي كلها هي الاكثرهم محافظة شكلا ويمكن ما عربش انا ما زلت بحس ان الاف ثيرتي شكلها احسن من الجيل ده الجي توانتي الجي توانتي طبعا حصل فيها التكنولوجيا تغيير كبير وبتطلعك من الركنة ودخلك في الركنة وفيها حاجات حلوة جدا ولكن الشكل محافظ شوية بالنسبة للعربيات اللي احنا بنتكلم فيها ولكن الحاجات الايجابية الموتور هو هو الالفين سي سي برضو ما حصلش فيه ابجريد في الباور خالص هو هو نفس البي فورتي ايت لكن هي احسن عربية فيها عزل صوت في المجموعة العربيات اللي احنا بنتكلم عنها دي باستثناء يمكن واحدة كمان عزل الصوت فيها اتحسن جدا الازاز دابل وزي ما تقولوا حاب يعوضوا الF30 من المهزلة بتاعة عزل الصوت اللي فيها فحسنوه جدا والمواد اختلفت جدا بطمت الباب اختلفت جدا والتأفيل بتاع العربية كله على بعضه ما حصلش فلس هي احسن عربية تأفيلا ومتانة من جوه وصلابة مش هتسمع منها اصوات تذكر ودي حاجة جامدة جدا التكنولوجيا اللي فيها بالنسبالي انا MBUX هو احسنهم يليهم اودي يليهم BMW BMW بيقدم كتير قوي بس محتاج تغيير وحتشوفوا التغييرات جاية اللي هما حيطلقوها في العربية الكهرباء اي درايفز الاحدث هتشوفوا التغيير كبير جدا والاداء اداء BMW مفيش زيه تصاروحها في المجموعة دي يمكن زي يعني السي اسرع شوية والجوليا اسرع بكتير الفيلوتش لانه باب نفس السعر والاودي اللي هنتكلم عليها برضو في نفس الرينج يمكن اسرع سنة يعني هي في التصارع هي هي ولكن كاداء الرياضي والملفات والسبات على الملفات طبعا BMW ما يعلمش عنها ولكن اقل من الفيلوتش اكيد ولكن مازالت عربية صلبة جدا معمولة كويس جدا وتحسنت قوي عن F30 طيب نيجي لمرسيدس السي 200 اللي هي الايكي بوست اللي انا جربتها البيضة هي اتحسنت جدا ولازم برضو اقولكم ان البي ام دابليو كبرت من وراء قاعدة العجلات وبرضو السي اللي اتنين كبروا من وراء يعني هم عالجوا المشاكل الكاتير من هم كانوا دايقين من وراء وكان يتحسب عليهم ان هم دايقين من وراء السي 200 بالنسبة لي شوفوا انا مش راجل بحب مرسيدس مش غاوي المركة قوي عمر ما كنت غاويها كده يعني لكن مؤخرا في السنين الاخيرة لا ابتدى احترامي يزيد ليها قوي بالذات السي الجديدة ال W206 يعني بعد تجربة القيادة هي اسرع من البي ام دابليو شوية بقى اداءها رياضي اكتر وفي نفس الوقت برضو محافظة على الوقار والاتزان والحاجات بتاعت مرسيدس لكن بالنسبة لي هي الرابط جدا على المنطقة بتاعت بي ام دابليو دي اكتر مرسيدس اشوفها او اجربها تبقى دخلة هاد تو هاد مع البي ام دابليو في الاداء على الارض مش على الراحة واللاكشري طيب ففي دي هي عالية جدا وكبرت من ورا وانا رأيي شكلا هي احلى من البي ام دابليو اكيد يعني بعد ما سقتها قلبي يدقلها دقتين وممكن اقول انه التغيير في التوجيه بتاع العربية والبرفورمانس بتاع الايكي بوست وطبعا معدت البيع زائد اجمد حاجة في العربية اللي هي ايه التكنولوجيا مرسيدس مع الديا بم بي او اكس ودي زي ما انتو عارفين ميني اس كلاس من جوه بالشاشات لا هي في حتة تانية تكنولوجيا مفيش اي كلام فيها التأفيل كويس اتحسن جدا لكن مازال مش بصلابة بي ام دابليو واودي ممكن برضو تطلع منها شخشخة من جوه مش قليلة يعني تقدر تطلع منها ولكن عزل الصوت برضو اتحسن جدا فيها مازال اقال شوية من جي توانتي شوفوا الصخرية ولكن برضو بالنسبة للدابليو 205 اتحسنت جدا يعني انا قلبي دقلها جامد العربية دي وحاجة بالنسبة لي غريبة الشكل برضو تعجبني عمتا قوي محافظ ولكن بقى مسحوب اكتر والدابليو 205 من قدام ما كانتش تعجبني او كنتحسنها عالية لا دي بقت مسحوبة كده ايه واشرس واكتر رياضية من قدام بس طبعا الشكل برضو بفكركم ده ازواء للناس وبتختلف فيه طيب الاودي الاي فور اللي هي المنافس التقليدي بتاعهم لكن لو انت في مصر هتصادك الاي فور والاي فايف اكيد هتشتري الاي فايف الاي فايف هي اللي هنتكلم عليه لانه اعتقد القرار صائب اكتر ليه؟ اه هي هي نفس العربية تقريبا لكن بصوا على الاي فايف الاي فايف دي تتعلق عندك على الحيطة هي واحدة من اجمل العربيات اللي في المجموعة شكلا السبورت كوبي لوك بتاعها رهيب وفي اللون الاحمر اللي كان في المعرض انا يعني كانت مزغليل عيني من كل زاوية كلها جميلة والشبكة واطية من تحت والانوار الاي دي لا عربية يعني من برا تهبل من جوه من جوه هي مازالت وضع الشكل الدزاين القديم اللي هي الشاشة الطايرة ولكن برضو شاشاتهم حلو قوي كنت حب اشوفها زي مثلا الاودي الاي 3 بالشاشات اللي تحت بعض التكنولوجي المنظر قدم شوية من جوه ولكن التأفيل برضو بتاع اودي زي بي ام دابليو مايعلاش مش هتسمع اصوات في الكابينة وعزلهم دايما بيبقى كويس قوي وان كان انا من انطباعاتي من الاي 6 يعني اه زي بي ام دابليو في عزل الصوت كمان مايقلوش خالص في الاداء هتلاقيهم زي بعض البي ام دابليو والاودي اقرب لبعض هتلاقي المرسيدس بقعبها اعلى شوية بحطة الاي كيو بوست والمطور الاقوى شوية المجملا وطبعا الفيلوتش في حتة تانية خالص هي فعلا عربية سريعة ولكن هي دفع او جر امامي فيعني لمتعة القيادة اللي عايز يلعب قوي وجد ان هو يلعب او بيعايز الاحساس بتاع الدفع الخلفية مش هتلاقيه في دي هي دي نقطة ضعف الاودي ان اللي بيقول لنا عمرهم بيبقوا كواترو فبالتالي بيبقوا زي بقية العربيات المجموعة تب ما تديني حقا كواترو طبعا هي اودي من جوة تقفلها رهيب والشكل الخارجي محدش هتكلم عنه ولسه بقول لكم دي عربية تتعلق في الحيطة يعني صور جميلة ولكن في الاداء كنا نحب نشوف الكواترو لكن للأسف ما بينزلوش مصر خالص ودول اللي يستحقوا فعلا كاداء لانه الكواترو هي الحتة بتاعت اودي فكنت حب اشوفها كواترو ولكن برضو عربية محترمة جدا طيب ايه هي العربية المفاجئة المفاجئة هي اخر عربية عملتها في السنة خالص التاسلا المودل 3 البرفورمانس في ناس كتيرة ممكن تجادل تقول لك دي مش اجزاكيتف سيدان مش السيدان الشيك فعلا بس هي اقرب ليهم خلينا بقى واقعين كمان سعرا اكيد سعرها غالي زي ما انتم عارفين ولكن من جوه هي زي ما شفتو تبسيطية جدا التابلو مفيش غير شاشة واحدة قدامك كبيرة جدا كمبيوتر بيعمل كل حاجة ومفيش زرائر تسكر مفيش اي حاجة بيحاولي يقلل المنظر جدا عشان يخليه عصري وحديث وفيوتشوريستيك زي ما بيقولو ولكن هي برضو شيك من جوه هي جلد ومليانة ماتيريالس حلوة حتى لو جلد للفيجن بالازاز اللي فوق شكل عربية حلو جدا مفيش شك عربية شيك يتعاب عليها ايه جودة التقفيل زي كل التاسلاز مش كويسة ما ابهرتنيش خالص في مسافات ما بين الالواح برضو مش كويسة وان كانت حسنت كتير عن الموديل اس اول لما طلعت الثري تحسن فيها جودة التقفيل ولكن لسه مش بنفس جودة الحاجة الالماني ولكن الثري تحسنت يعني حتى الكونسل الوسطاني بقى صلب جدا تبسيطية بزيادة في رأيي والمنظر الامامية كانش عاجبني اوي كان عاجبني المنظر الجانبي زائد المنظر الخلفي حلوين جدا ولكن انا عندي شوية نقطة اعتراض مع التصميم بتاعت العربيات الكهرباء زي بتاعت تسلا بالذات انه هو ما خلاش فيها عنصر الواو فاكتر يعني شكلها عادي بزيادة وبسطها بزيادة انا رأيي بالعكس كان يخليها فيها حركات اكتر تبان رياضية اكتر حتى فيه ناس بتركب لها حاجات وبتغير اكصدامات امامية فيها عشان تخلي منظرها رياضي وعدواني اكتر ومن جوه بيزودوا عددات وفيه لوحة هاتزاب ديسبلي عشان تشغل على الازاز والصادق يعني فيه اديشنز بتتضاف لها كتير ولكن في الاداء وفي التكنولوجيا التكنولوجيا هي رهيبة طبعا ولكن ما فيهاش ابل كارد بلاي ودي حاجة برضو غريبة جدا بتعتمد على النظام بتاعها الكمبيوتر الرهيب اللي فيها والجيمز واللي انت عايز تعمله طبعا والاوتو بايلوت بتاعهم او السلف درايفنج لكن مازال رأيي كنت احب يخلوا شكلها في الواو فاكتر يعني يخلوا طليان يصمموها لهم بالاخر يعني رأيي كده تلعى منظرة ماسخ شويتين لحد ما ولكن التكنولوجيا اللي بتقدمها لا رهيبة احب كنت ايه ان البطاريات تبقى اخف او يزودوا كثافة الطاقة بتاعتها لانه في قيادتها هي مبهرة التصارع بتاعها مبهر والمكان اللي انت قاعد فيه مختلف ومستقبلي جدا والتصارع في خط هايل طبعا بالذات البرفورمانس هي اللي فيها الموتورين فتقدر تعمل ما يسمى بالتورك فيكترينج تجيب العجل التورك يزيد على العجل الخلفي او الدماني تقدر تخمس بيها مع انها وزنها اكتر من اتنين طن وزنها باين جدا دي حاجة انا ما بتعجبنيش في العربية الكهرباء ولو انتو اخدتوا بالكم الملف المشهور اللي انا بجربه بتاع الاندرستير انا مسميه ملف الاندرستير يعني لانه ده اللي بيكشفهم اوي لانه نازل ومفتوح الزاوية بتاعته مش كويسة عملت اندرستير جامد طبعا لو انا كنت مغير الساتب بتاعها ومخليها التحيز للدفع الخلفي ثمانين عشرين ما كانتش عملته اوي ولكن برضو هي بتعمل اندرستير وده راجع للتقل الزايد اللي بيديلك برضو التصارع الممتاز والعجل ما بيفرجش زي ما شفته وحتى لما كانت بتسعتاشر في المية العربية عمل التصارع ثلاثة وتمانية من عشر يعني من الاخر احب يديلهم روح اكتر الروح قليلة اوي في العربيات الكهرباء والتاسلا هي اللي متزاعمة الحركة اكيد في شركات صيني كتير انا عارف من دمناهم نيو مليانين ولكن بما ان قيادتهم ما فيهاش روح اوي فعلى اقل اديلها روح اكتر في الشكل الخارجي ما تخليهاش مبسطة عاملة زي ان انت دخلت عيادة او مستشفى بيضة وحاجة معقمة بزيادة ولكن ده المستقبل عشان كده لازم تتحط من واحدة من خمس احسن عربيات سؤتهم في سنة واحد وعشرين فقط يا جماعة بفكركم مش عشرين لو قلتلي عربية مش عارب ايه هقولك في عشرين انا بقولكو على العربيات اللي عجبتني الاجزاكتب الغالية السيدان بتاعت واحد وعشرين لينا حلقة تانية مع السيدانز الاكتر اقتصادية اللي برضو جربتها في سنة واحد وعشرين بس لو كم عجبكم الكلام ده عملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم سلام وبكده تبقى وصلت الاخر الفيديو لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها